سيد إلينا التباينات حاضرة على صعيد عدد من الملفات وحاضرة بما يتعلق بخارطة التحالفات لدى كل طرف لكن إلى أي مدى النظرة الاستراتيجية لضرورة أن تكون هذه العلاقة قائبة وحاضرة وعامقة وكذلك البعض الاقتصادي لها الكبير والغني إلى أي مدى يشكر أرضية صلبة للطرفين للمضيب بعيدا في هذه العلاقة الثنائية والله أنا أستطيع نقارن أنا كنت في الوفد المرافق لرئيس روسي في سنة 2007 في أثناء زيارته الأولى إلى دول الخليج العربية وأتذكر أنه مثلا في الرياض كانت هناك تموحات كبيرة ولكن طلبت فترة طويلة من الزمن أن تتحقق المشاريع الأولوانية ففي البداية هناك فقط كان تعبير عن الرغبة ولكن الآن أرى أن هناك اتفاقيات ملموسة وبعض الاتفاقيات هي تعطمد على نجاحات في السنوات الأخيرة خاصة خلال سنتين أو ثلاث توجد مشاريع ملموسة بين روسيا من طرف المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة من طرف آخر هذا هو شيء ملموس ومثلا هناك خطط بناء السكك الحديد في السعودية هناك مشروع إنتاج أو صناعة طائرة مدنية فوق الصوت وفي الإمارات هناك الاستثمارات من قبل هذه الدول في البنية التحتية في روسيا الرجال الفضاء السعودي والإماراتي قد كانوا في محطة الفضاء الدولية وهذا بمساعدة التكنولوجيات الروسية فهذا هو تقدم هذا هو شيء ملموس ترجمة نانسي قنقر